موسيقى رئيس السيسي يتابع موقف تنمية سيناء ويوجه بتواصل مساهمات صندوق تحيا مصر في دعم التنمية وبرامج الحناية الاجتماعية ومن شمال سيناء رئيس الوزراء يؤكد عزم الحكومة تقديم حافز إضافي للمزارعين لزيادة توريد القمح للموسم المقبل في أكبر حصيلة منذ رفع التدابير الصحية الصين تعلن عن ستين ألف وفا بكورونا خلال خمسة أسابيع السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار صندوق تحيا مصر في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه في أطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي لمتابعة نشاط صندوق تحيا مصر ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية وخلال اجتماع آخر لمتابعة الموقف التنفيذي لتنمية سيناء وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك مشروعات استصلاح الأراضي الهدفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء أركان حرب حسن عبدالشافي المستشار برئاسة الجمهورية واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء محمد شوقي رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لتنمية سيناء وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك مشروعات استصلاح الأراضي الهدفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية وذلك في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للزراعة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية كما وجه السيد الرئيس بالتنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتدقيق قواعد البيانات الخاصة بكافة المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء بالنظر إلى أنها تمثل عنصرا أساسيا لتعظيم النتائج وتعزز من نشاط الدولة لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها مع إيلاء أهمية متزايدة لموضوع الميكانة وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء ومخصصات مياه الرأي في هذا الصدد بالإضافة إلى نسب ونوعيات المحاصيل الزراعية التي تم إنتاجها في هذا الخصوص كما تم عرض الموقف التنفيذي للتجمعات التنموية وقرى الصيادين والمنازل البدوية في سيناء فضلا عن موقف المناطق الصناعية والحرفية في كل من العريش ورفح الجديدة وكذا المنطقة الصناعية ببئر العبد وكذلك سير العمل في تطوير مختلف الخدمات من مياه شرب وصرف صحي وطرق ومحاور كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية وقد عرض اللواء محمد أمين في هذا الصدد مجمل نشاط ومساهمات صندوق تحيا مصر والدور الحيوي الآخذ في التطور الذي يقوم به منذ تأسيسه كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية ونجاحه في العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات وقد تجاوز إجمالي المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى الجمهورية منذ إنشائه وحتى الآن مبلغ 22 مليار جنيه بما في ذلك مجال التطوير العمراني والإسكان البديل بحوالي 7 مليارات جنيه ومجال الرعاية الصحية بحوالي 11 مليار ونصف المليار جنيه كالإجراءات الطبية المصاحبة لجائحة كورونا والمبادرات الصحية المتنوعة والأجهزة الطبية بالمستشفيات إلى جانب عدد آخر من المجالات كمبادرات الحماية الاجتماعية بحوالي مليار و300 مليون جنيه والتمكين الاقتصادية وتوفير فرص العمل بحوالي 400 مليون جنيه والتعليم بحوالي 531 مليون جنيه وبرنامج رعاية الموهوبين بحوالي 200 مليون جنيه وقطع الاستثمارات بحوالي 400 مليون جنيه فضلا عن التدخل في الحالات الخاصة بالطوارئ والكوارث الطبيعية بمبلغ حوالي مليار جنيه وقد وجه السيد الرئيس باستمرار صندوق تحيا مصر في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه في إطار الشركة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطع الخاص وذلك استنهاضا لقدرات الدولة الذاتية كأحد أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية وكذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفع مستوى آداء الخدمات المقدمة لهم قال رئيس مجلس الوزراء أن الجولة التفاقدية شملت العديد من المشروعات التنموية التي أقيمت على أرض السيناء خلال الفترة الماضية وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بسيناء إنه تم إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش ومحطة محولات كهرباء بحي المساعدين وتم العمل التجريبي فيها تمهيدا لافتتاح الرئيس سيسي لها قريبا من الجولة النهاردة كنا نتفقد جزء من مشروعات الإسكان سواء رفع الكفاءة أو أعمال الإنشاء والتطوير اللي بتحصل النهاردة في مدينة العريش وكان جزء منها برفع كفاءة وإعادة إنشاء مشروع للإسكان التعاوني مشروع ده كان قديم جدا ويعني تهالك وكان تقريبا يعني أصبح يمثل خطورة داهمة على المواطنين فيه الدولة المصرية تدخلت وبتعيد بناء هذا المشروع بالكامل وترفع كفاءته الحقيقة يمكن مشروعين مهمين جدا النهاردة الحمد لله تفقدناهم وتقريبا دخلوا يعني مرحلة التشغيل التجريبي تمهيدا للافتتاح إن شاء الله من بواسط فخامة الرئيس هم محطة الكهرباء الرئيسية في المسعيد ودي المحطة ضخمة جدا النهاردة هي المسؤولة عن توليد الكهرباء ليش فقط العريش ولكن كمان لكل الشمال سيناء وبطاقة النهاردة اللي حتبقى طاقة التشغيل فعلا المبدئية تلتمية وخمسين ميجا وإنها هتترفع في خلال مدة بسيطة جدا لسبعمية ميجا معنى هذه المحطة إحنا مش بنتكلم فقط لتغذية الوضع القائم ولكن إحنا بنتكلم على تنمية حقيقية وبتتعمل هذه المحطة عشان تلبي الاحتياجات المستقبلية لصناعة ووزراعة وتشغيل وتجارة وكل شيء حيتم في هذه المحافظة إن شاء الله هذا وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بسيناء أن الدولة بذلت جهدا كبيرا لتطهير سيناء من الإرهاب خلال السنوات الماضية وذلك بالتوازي مع عملية التنمية الجارية على أرض سيناء ووجه مدبولي الشكر للقوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء على دورهم في مواجهة الإرهاب قرار الحكيم اللي أخذوا في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن عملية مكافحة الإرهاب تحصل بالتوازي مع عملية التنمية فبالتالي إحنا كنا بقنا أربع خمس سنوات بنحارب الإرهاب ولكن في نفس الوقت ما توقفناش عن إنشاء المشروعات الكبيرة اللي أنا اتكلمت عليها لأن لو كان التفكير الطبيعي والعادي إن إحنا الأول نقضي على الإرهاب ونبدأ بعد كده مشروعات التنمية كنا حنخسر أربع سنين لو كنا النهاردة عايزين نبدأ في عمليات التنمية النهاردة يبقى كنا حننفذ هذه المشروعات بدءا من النهاردة وتاخد وقتها وبتكلفة حتبقى أضعاف اللي اتصرف عليها في خلال الفترة الجاية الرسالة النهاردة هذه المشروعات الحمد لله أنجزناها كدولة وبقى اتجهز أنها تخدم عمليات التنمية في شمال سيناء مرة أخرى يعني أنا بتوقف هنا عند نقطة مهمة جدا بوجهها لكل مواطنين الشعب المصري بشكر كل أفراد قوات المسلحة المصرية البواسل والشرطة والمدنيين من أهالي شمال سيناء ومن كل حطة في مصر اللي استشهدوا أو أصيبوا من جراء لعمل الإرهاب الغاشم اللي حصل على مدار الفترة السابقة واللي لولاهم مرة أخرى إحنا ما كناش حنبقى وقفين هنا وكلنا مع بعض في هذا المكان وأكد مصطفى مدبولي أن البنك المركزي بدعم من الحكومة اتخذ خطوات مهمة لضبط السياسة النقدية خلال الأيام الماضية وأشار مدبولي أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيبة ثمانية ونصف مليار دولار حتى العاشر من يناير الجاري مضيفا أن الدولة كانت حريصة من أول ديسمبر على عملية الإفراج الجملكي للبضائع والسلع تلبية لاحتياجات السوق أنت المركزي زي ما حضركم تابعته وبدعم كامل من الحكومة على مدار الأيام السابقة بدأ خطوات المهمة لعودة وضبط السياسة النقدية وعودة التوازن لسعر أو لسوق الصرف للعملة الصعبة ودي خطوة مهمة جدا لازم ناخدها كدولة لأن ما ينفعش إحنا نتكلم على استثمار وتنمية وفيه سوق موازي لسعر الصرف وبالتالي هنا كانت القرار المهم جدا أننا لازم نوقف هذا الإجراء اللي مش سليم وأن يبدأ البنك المركزي ياخد كل الخطوات وبدعم كامل وبتنصيب كامل مع الحكومة للوصول أننا نقضي على هذه الظاهرة إن شاء الله في خلال الفترة القادمة نحن في نفس الوقت عشان نقدر يحصل هذا الموضوع وعشان ندفع بعجلة التنمية الدولة المصرية اعتبارا من أول ديسمبر كانت حريصة على إخراج أكبر حجم من المواد الخام والبضائع ومستلزمات الإنتاج من المواني اللي كانت متركمة على مدار الفترة السابقة ويمكن زي ما قلت لحضراتكم إحنا من أول ديسمبر لغاية 10 يناير و10 يناير ده يعني كان يوم الثلاثة اللي فات إحنا كنا خرجنا بضاعب 8.5 مليار دولار أنا عايز أقول بس إن الأربع والخميس اللي هما بدأ فيهم البنك المركزي الخطوات بتاعته إحنا أفرجنا في اليومين دول وحدهم عن بضائع ب645 مليون دولار البضائع دي النهاردة إحنا بنتحرك بقوة شديدة عشان كل دي حتضخ في السوق وحيبقى جزء من الهدف بتاعها للضغط غير إن إحنا طبعا عملية إن المصانع كلها ترجع تشتغل بكامل طاقتها ولكن الوفرة من المنتجات وده في حد ذاته حيعمل نوع من التوازن في أسعار هذه البضائع والمنتجات اللي إحنا بسبب إن إحنا العديد من الأزمات اللي إحنا شفناها كان عديد من المواطنين بيشتكوا من غلاء الأسعار اللي حاصل في هذه المناطق أكد مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفلاح لتشجعه على توريد القمح أضف مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيناقش ويقر حافزا إضافيا لتوريد إردب القمح اعتبارا من الموسم المقبل بإضافة ألف جنيه لتوريد الإردب ليتم إقرار حافز آخر لتكون هناك عوائد مجزية للفلاح كان هناك توجيه من فخامة الرئيس لدعم الفلاح المصري وزيادة دعمه في خلال الفترة القادمة وبالذات تشجيعه علشان يبقى هناك توريد أكثر للأمح في خلال الموسم القادم وإن شاء الله بناء على توجيهات فخامة الرئيس مجلس الوزراء القادم سيناقش ويقر حافز إضافي لتوريد الأمح سيضاف للأردب إن شاء الله من الموسم الجاي كانت الحكومة وفقت أن يبقى سعر الأردب ألف جنيه إن شاء الله في مجلس الوزراء القادم سيكون هناك خبر مفرح للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز إضافي للتسليم عشان يبقى هناك سعر وعائد مجزي للفلاح المصري لموضوع الأمح إن شاء الله شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن هناك توجهة من رئيس سيسي بتنفيذ مسار تنموي متطور ومتكامل لتنمية سيناق وخلال زيارته لمحافظة شمال سيناق تفقد مدبولي أعمال إنشاء مدينة رفح الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية لقوات المسلحة على مساحة أكثر من 535 فدان وتفقد محطة محاولات كهرباء الشلاق بالشيخ زويد التي تستهدف تغذية مدينتي الشيخ زويد ورفح بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء وحدتين غازيتين ومحطة تحلية المياه بالعريش كما شملت الجولة تفقد عدد من أعمال التطوير من بينها مستشفى العريش العام تطوير ميناء العريش إضافة إلى تفقد محكمة شمال سيناق الابتدائية بالعريش وذلك قبل أيام من عودة انتظام العمل بها بدءا من 28 من يناير الجاري وتفقد مدبولي سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بجامعة العريش في إطار المتابعة الميدانية للاطمئنان على الحالة الأمنية ومظاهر الحياة الأمنة بالشمال سيناق تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من المشروعات التنموية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها والتقى الفريق أسامة عسكر بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على المشروعات وكذلك بعدد من شيوخ وعواقل وأهال سيناق مشيرا إلى أنهم يمثلون الخط للدفاع الأول مع القوات المسلحة لصون مقدرات الوطن في إطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على الحالة الأمنية ومظاهر الحياة الأمنة بشمال سيناق تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من المشروعات التنموية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها والتقى بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على المشروعات مشيدا بمعدلات الأداء التي يتم تنفيذها على أرض الواقع كما التقى بعدد من شيوخ وعواقل وأهال سيناق مشيرا إلى أنهم يمثلون خط الدفاع الأول يدا بيد مع قواتهم المسلحة لصون مقدرات الوطن وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التأمين على خط الحدود الشمالية الشرقية ومعبر رفح البري واطمأن على سير العمل وإجراءات التأمين المتخذة أعقبها المرور على عدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بمدن وقرى شمال سيناق كما شاهد إحدى عمليات التفتيش والتمشيد بالقرى التي تم تطهيرها من العناصر الإرهابية بواسطة عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناق وقام بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زويد التقى خلالها بعناصر وزارة الداخلية وأشاد بجهودهم في الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة كما التقى برئيس مجلس المدينة الذي عبر عن تقديره لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحفاظ على الأمن تلاها القيام بجولة تفقدية بشوارع وأسواق مدينة العريش واطمأن على عودة كافة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في ظل المناخ الآمن الذي أصبحت تنعم به شمال سيناق كما التقى باع ناصر قطع تأمين شمال سيناق وأوصاهم بالحفاظ على مكتسبات ما تم الوصول إليه من حالة أمنية مستقرة وأشاد بالروح المعنوية العالية لأبطال القوات المسلحة ومدى ما يتمتعون به من إرادة حقيقية للتضحية بكل غال ونفيس من أجل حماية الوطن كما نقل الفريق أسامة أسكر تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني لما يبذلونه من جهود وتضحيات مكنت من استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناق والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإدجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهدف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 62 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 3.481.485 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 969 قضية سلع غزائية وتمونية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2448.5 طن سلع غزائية وتمونية متنوعة كما تم ضبط 180 قضية بيع بأزياد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 141.5 طن وضبط 20 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 55.5 طن كما تم ضبط 35 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت قرابة 570 طن أرز الشعير وضبط 415 قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 1325.5 طن وكذلك ضبط 2439 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 140 طن دقيق بلدي مدعم كما تم ضبط 12 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 116.5 طن سلع غزائية متنوعة وقرابة 8.5 طن دقيق أبيض وضبط قضيتين بيع بأزيد من السعر للاعلاف بمضبوطات بلغت 12 طن أعلاف حيوانية وضبط 24 قضية أعلاف غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت أكثر من 83.5 طن أعلاف حيوانية وضبط 21 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 785 طن و250 كيلو أعلاف حيوانية وأكثر من 93.5 طن مخصبات زراعية وستة ونصف طن أسمدة ومخصبات زراعية وألف وسبعمائة وسبعة عبوة أدوية بيطرية ومبيدات زراعية وضبط قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت 13 طن و750 كيلو أعلاف حيوانية وتم ضبط 141 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبوطات بلغت قرابة 45 طن دقيق أبيض وقرابة 26 طن سلع غزائية متنوعة كما تم ضبط 64 قضية استلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها أكثر من 4.5 طن دقيق بلدي وما يزيد على 12.5 طن أسمدة زراعية مدعمة وقرابة 9.5 طن سكر وأرز تمويني وتم ضبط 2570 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغزائية وغير الغزائية كما تم ضبط 8 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 55 طن أسمنت و10 طن حديد تسليح كما تم ضبط 296 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع بمضبوطات بلغت 15920 عبوة سجائر وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وصارة الداخلية خلال أسبوع 610737 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 391 944 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2953 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 101 سائقا منهم كما تم المرور على 99 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 707 من سائق حافلات المدارس تبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص 616 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية وتبين عدم مطابقة 16 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 529 سيارة و63 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 4217 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أصفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 954 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1218 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2807 مخالفة الزجاج الملوم بدون ترخيص وضبط 2997 مخالفة ملصقات و39 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2276 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 68 ألف وإحدى وسبعين قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 237 قضية من بينها 130 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 105 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 87 قضية بقيمة مالية بلغت 151 مليون و127 ألف وخمسمائة وتسعة عشر جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1695 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر منها سلاسة مليارات ومائتين وسلاسة وعربعين مليون جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 10 ملايين و414 ألفا وتسعمائة واثنين وثمانين جنيها وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيدة من السر الرسمي حيث تمكنت من ضبط 362 قضية تمونية مستندية وعينية خلال 24 ساعة بمضبطات بلغت أكثر من 295 طن من المواد الغذائية هذا وضبطت أجهزة الوزارة قرابة 118 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة إلى جانب ضبط قرابة 172 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والباية بأزيدة من السر الرسمي للأرز الأبيض وضبط أكثر من 5 أطنان في مجال الباية بأزيدة من السر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 377 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 108 قضايا خبز ناقص الوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للموصفات فضلا عن ضبط ثماني قضايا في مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف بمضبطات بلغت قرابة 65 طن أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية إطلاق أكبر مبادرة إطعام في مصر تحت عنوان خيرك ساب بهدف تقديم الدعم الغذائي لخمسة ملايين أسرى على مدر العام وأوضح التحالف بان له أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة رئيسية التي يقوم بها وتستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة مشيرا إلى أنه تم التخطيط لانطلاق تنفيذ المبادرة عبر سلاس مستويات وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأولى بالرعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق أكبر مبادرة إطعام تطلق المبادرة تحت عنوان خيرك سابق ضمن جهود التحالف لدعم جهود الدولة للحماية الاجتماعية خمسة ملايين أسرى مصرية تستهدف مبادرة خيرك سابق دعمها خلال العام كارت الخير أولى آليات مبادرة الإطعام تستطيع الأسرى شراء مستلزمات غذائية بحد أقصى خمسمائة جنيه منافذ متعددة سيعلن عنها التحالف الوطني في مختلف أنحاء الجمهورية للصرف بكارت الخير كارتين المواد الغذائية ستوزع على الأسر المستحقة لمنازلها وفق قاعدة بيانات التحالف وجبات ساخنة ستوزع من مطابق التحالف بمحافظات الجمهورية كافة سيعمم التحالف على الجمعيات القاعدية استمارة طلب إطعام شهري ليتم صرف الدعم بموجبها أعلنت للسلطات الصحية في الصين تسجيل 60 ألف وفاة تقريبا بكورونا خلال خمسة أسابيع وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات كورونا تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع ديسمبر الماضي وأصيب نحو تسمائة مليون شخص في الصين بعد وكافد منذ الحادي عشر من يناير الجاري بحسب دراسة صادرة عن جامعة بكين وتقدر الدراسة نسبة المصابين بكورونا ب64% من تعداد الصينيين ورتبت دراسة المقاطعة الصينية طبقا لنسبة الإصابات حيث جاءت في المرتبة الأولى جاءت مقاطعة جانسو وتفيد تقارير بإصابة 91% من السكان بالعدوى استأنفت الصين رحلتها الجوية على الرغم من المخاوف بشأن العدوى من فيروس كورونا وبلغت نسبة رحلات الجوية 63% كما يستأنف مطار بكين داشينج الدولي تشغيل رحلات الركاب الدولية وذلك ابتداء من السابع عشر من يناير الجاري بعدما خفضت الصين تصنيف إدارتها للجائحة إلى الفئة بي وألغت متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين اعتبارا من الثامن من يناير وقال ثونغ تشي يونغ رئيس إدارة الطيران المدني في الصين أن تعافي السريع لقطاع يتحدى قدرة شركة الطيران على ضمان السلامة ويتطلب الأمر اهتماما كبيرا بالمخاطر المتعلقة بالوباء يأتي ذلك وسط توقعات بزيادة إصابات كورونا في المناطق الرفية مع عودة مئات الملايين الصينيين من المدن الكبرى إلى ديارهم نشط السادسة مستمرة مع حضراتكم وتتابعون فيها مع التزايد الهجمات الصاروخية روسية زلنسكي يؤكد أنه حفز الدول الغربية على زيادة وطيرة توريد الأسلحة لكييف نشط السادسة مستمرة مع حفز الدول الغربية لإلقاء كلمة في اجتماع الجمعية العامة عشية الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي كانت في الرابع والعشرين من فبراير عام الفين اتنين وعشرين وذكرت النائبة الأولى لوزير الخارجات الأوكراني نو في حالة قيام زلنسكي بزيارة إلى الأمم المتحدة فستكون هذه هي زيارته الثانية خارج أوكرانيا منذ بدء الأزمة حيث قام بزيارة مفاجأة لواشنطن في الحادي والعشرين من ديسمبر للقاء أهم دعمه في الحرب ضد روسيا الرئيس جو بايدن وأعضاء الكونغرس أكد الرئيس الأوكراني فلادمير زلنسكي أن بلاده تمكنت هذا الأسبوع من تعزيز عزم شركائها بشكل كبير على زيادة وطيرة توريد الأسلحة إليها حتى تستطيع صد العمليات العسكرية الروسية وقال زلنسكي أنه تحدث في الأيام الماضية مع رئيس سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا حول تفاصيل تعزيز التعاون الدفاعي والخطوات الدبلوماسية التي خطط لها مع الأوروبيين في المستقبل القريب وضف أنه أجرى محادثات مع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما قام خلالها بسرد احتياجاتهم وتكرار الموقف الأوكراني وبشكل عام أكد أنه بفضل المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع تمكنوا بشكل كبير من تعزيز عزم شركائهم على زيادة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا قال مسؤول رئاسي كبير وعمدة مدينة كييف أن هجوم صاروخيا روسيا أصاب منشآة للبنية التحتية في كييف صباح اليوم واندلعت انفجارات في حيد نيبرويسكي بالعاصمة الأوكرانية وسمعت سلسلة انفجارات في كييف قبل انطلاق سفرات الإنذار في كييف فيما طالب المسؤولون السكان بالاحتماء كما حذرت السلطات الأوكرانية من احتمال وقوع ضربة صاروخية كبيرة اليوم تستهدف منطقة تشيركاسي قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن بريطانيا تعتزم إرسال دبابات إلى أوكرانيا إلى جانب دعم مدفعي إضافي جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية لسوناك مع الرئيس الأوكراني بلاديمير زلانسكي اتفق الطرفان على ضرورة اغتنام اللحظة بتسريع الدعم العسكري من خلال توفير الدبابات شالينجر 2 وأنظمة مدفعية إضافية إلى جانب الدعم الدبلوماسي العالمي لأوكرانيا قال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترا كوليبا أن الحكومة البولندية اتخذت قرارا مهما بشأن مسألة اندذات الأسلحة إلى كيوف خلال الشهر الجاري وقال كوليبا أن مسألة توريد بولندا الأسلحة لأوكرانيا والدبابات على وجه القصوص في يناير الجاري أكثر أهمية من الحصول على دبابات ليوبارد وزير الخارجية والدابات يعمل الخارجية إنجه بيبباتي حمي استنعنا هذا القرق من مددينة شهدت تلمانيا تظاهر معارضة لإزالة إحدى القرى وقال السماح بالتوسع في تعديل الفحم حيث أصبحت القرية نقطة ساخنة للجدل حول جهود ألمانيا لمكافحة التغير المناخي وقال متحدثهم باسم الشرطة الألمانية أن الشرطة أخلت القرية الوقع غربي ألمانيا إلى حد كبير من النشطاء فوق الأرض فيما لا يزال عدد منهم متحصن داخل أحد الأنفاق قال رئيس منظومة نقل الغاز الطبعي في لتوانيا أن الانفجار القوي بخطأ نبيب الغاز في شمال البلاد كان على الأرجح نتجا عن عمل فنية كان الانفجار قد تسبب في ارتفاع ألسنة اللهب إلى نحو 50 مترا وأصدرت السلطات أوامرة بإجلاء 250 شخصا من إحدى القرى القريبة كإجراء احترازي يذكر أن لتوانيا كانت قد أوقفت واردات الغاز الروسي تماما في أبريل 2022 وذلك ربا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا احتشد ألاف العمال في العاصمة الإندونسية وحث البرلمان على رفض مرسوم الرئاسي يقول منتقد أنه يقود حقوق الموظفين وحماية البيئة وأصدر الرئيس جوكو وديدو مرسوما للطوارئ الشهر الماضي لحلم حال قانون الوظائف المثير للجدل في أكبر اقتصاد في جنوب شرق أسيا وهي خطوة يقول بعض الخبراء القانونيين أنها تنتهك حكما قضائيا وقضت المحكمة الدستورية بأن قانون خلق الوظائف لعام 2020 معيب قائلة أنه لم تكن هناك مشاورات عامة كافية قبل تمرير القانون وأمرت المشرعين باستكمال عملية تجديد بحلول نوفمبر أدى ثلاثة أضاء جدد في حكومة رئيسة بيرو دين بولوراتي اليمين الدستورية وذلك وسط احتجاجات دامية في جميع أنحاء البلاد تأتي هذه التعينات عقب استقالة وزيرين بسبب استجابة الحكومة للاحتجاجات المستمرة هذا وبدأت الاضطرابات في أوائل ديسمبر الماضي بعد اعتقال بيترو كاستيو وهو أول رئيس لبيرو من جذور رفية فقيرة بعد محاولته حل الكونغرس وتجنب عزله أدانا تصين بشدة البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة واليابان عقب اتماع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وذلك أثناء زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينب أن واشنطن وطوكيو عليهم أن يصبح عوامل معطلة لاستقرار منطقة أسيا والمحيط الهادئ جاء ذلك تعليقا على البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة واليابان عقب اتماع كيشيدا وبايدن أشار وانج إلى أن الصياغة الخاصة بالصين في هذا البيان المشترك تنبثق بشدة من عقلية تعود إلى الحرب الباردة كما يضم البيان هجوما على الصين لا أساس له من الصحة ألقت سلطات برازيلية القبضة في مطار برازيليا على أندرسين توريس وزير العدل السابق في عهد الرئيس جايير بولوسونارو في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة هذا وقد وافقت المحكمة العالية في البرازيل على فتح تحقيق مع رئيس السابق جايير بولوسونارو وبشأن ما تردد عن دوره في تشجيع الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية والتي انتهت باقتحام أنصاره المباني الحكومية في برازيليا بعد عمليات اقتحام لعدد من مؤسسات السلطة في البرازيل طلبت النيابة العامة البرازيلية من المحكمة العليا التحقيق مع الرئيس السابق جايير بولوسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة عن تخريب أنصاره عددا من مقار ومؤسسات الدولة وفي رد فوري على طلبها أعلن قاد في المحكمة العليا البرازيلية أنه سيتم إدراج اسم الرئيس السابق جايير بولوسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام وأنهب مقار السلطة في برازيليا في الثامن من يناير الجاري النيابة العامة قالت أن بولوسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر يجب أن يخضع للتحقيق للاشتباه بأنه أحد المحرضين غير المباشرين على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد بعد أسبوع على تول الرئيس السابق لولد سلفا منصبه وفي تطورات المتلاحقة ألقت السلطات البرازيلية القبض على وزير العدل السابق أندرسون توريس لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء وذلك بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية وعثر على هذه الوثيقة خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفيدرالية في منزل الوزير السابق أندرسون توريس بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاد في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان متواطئا في الهجوم الذي شنه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة وأمهل وزير العدل البرازيلي في حكومة لولاف لافيو دينو المحكمة حتى الاثنين المقبل لمثول بولسونارو على أن يتم البدء الأسبوع المقبل في إجراءات طلب تسليمه في حال عدم مثوله أمام المحكمة أغلقت صناديق الاقتراع في الشيك في الانتخابات الرئاسية ومن المتوقع أن تجرى جولة إعادة في نهاية الشهر يتنافس ثماني مرشحون ليخلف أحدهما الرئيس الحالي ميلاش زيمان وستجرى جولة ثانية خلال أسبوعين في حال لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى اختتمت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بمنطقة المستعمرة التابعة لإدارة القصير الصحية أعمالها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت ليومين خلال القافلة تم توقيع الكشف وصرف العلاق لعدد 289 حالة بمختلف التخصصات الطبية حيث تم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاق بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر افتتح محافظ القاهرة خالد عبد العال منفذ جديدا من منافذ أهلا رمضان بشارع 9 بالمقتم وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة يضم منفذ أهلا رمضان كافة السلع الأساسية بأسعار تقل عن مثيلتها بالسوق وسيتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مدرية التموين والغرفة التجارية في كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجا للبيع بالسعر الجملة تخفيفا عن كاهل المواطنين وذلك إلى جانب منافس بيع السلع الغذائية ثابتة والمتحركة الموجودة بمحافظة القهرة التي يبلغ عددها أكثر من ألف ومئة منفذ انطلق السباق التنشطي للهاجن بمدينة شرم الشيخ بمشاركة ألف متسابق من مختلف القبائل من 12 محافظة وأكثر من 750 جملا يتي هذا السباق تمهيدا للمشاركة في السباق الدولي للهاجن الذي تشارك فيه دول عربية والذي تنظمه مصر والإمارات في مارس المقبل بمشاركة ألف متسابق من مختلف القبائل المصرية من 12 محافظة وأكثر من 750 جملا انطلق السباق التنشطي للهاجن بميدان سباق الهاجن بمدينة شرم الشيخ ويأتي هذا السباق تمهيدا للمشاركة في السباق الدولي للهاجن وتشارك فيه دول عربية وتنظمه مصر والإمارات في مارس المقبل الصراحة اللي بيتم في شرم الشيخ من بطولات ومهرجانات للهاجن والتراف يعني يعتبر تاريخ تاريخ 17 محافظة و1500 مشارك من هذا المكان أرض السلام نتوجه بخلص الشكر إلى فخامة الرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه للتراث الأبائي والأجداد تصميم مدمار الهاجن بشرم الشيخة جاء ليكون صالحا لاستضافة السباقات عالمية حيث قررت تطويره ليواكب أحدث ما وصلت إليه تقنية مضامير الهاجن في الدول العربية مضمار يعتبر الأول في أفريقيا أمكانيات للهاجن أمكانيات للزوار أمكانيات للمتفرجين أمكانيات للتسابقين حاجة كبيرة أيضا الدفع الكبير دولة الأمارات الشقيقة يعتبر من الدول العربية الأولى متطور في رياضة الهاجن أعطت كثير من الخبرات في رياضة الهاجن وأصبحت الهاجن في مصر الآن في تقدم كبير في رياضة الهاجن إن شاء الله ورويدة ورويدة إن شاء الله سير في مصاف الدول الخليجية تقدم في رياضة الهاجن هذا ويجري تنظيم السباق التنشيطي للهاجن بشرم الشيخة وفقا لقوانين رياضات الهاجن التي أصبحت من أهم الرياضات في مصر وتحظى بكل اهتمام ودعم من الدولة تشجيعا لملاك الهاجن على الإكسار منها وتربيتها وتحسين سلالاتها الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة تقدمها لنا الزميلة مرنة إيهاب إليكي مرنة شكرا لكم يا فاطيمة وأدى والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا نفل مركز الاعلامي لمجلس الوزراء شائعة وقف البطاقات التنمونية التي لم يتلقى أصحابها رسالة صرف المقررات التنمونية للشهر الجاري وأشدد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء على انتظام صرف المقررات التنمونية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التنمونية دون إيقاف موضحا أنه لا علاقة بين عملية صرف المقررات التنمونية وإرسال رسائل النصية الخاصة بعملية الصرف حيث أن رسالة الخاصة بتفاصيل عملية صرف المقررات ترسل لمن قام بعملية تسجيل وتحديث رقم الهاتف المحمول دون تأثير على غير المسجلين لأرقام هواتفهم منشدة أصحاب البطاقات التنمونية الذين لم يقموا بتسجيل أرقام هواتفهم المحمول على قاعدة البيانات ضرورة التسجيل من خلال مكاتب التنمون أو المنصات الإلكترونية دعم مصر ومصر الرقمية أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن مخطط الأعمال لتطوير ميناء العريش سينتهي خلال الربع الأول من عام 2024 وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أعمال تطوير أسفرات عن تقدم العديد من الشركات ومن بينها شركة تنفذ مشروع إنشاء ست صوامع لتغزين الأسفان تسينوي الأسود والأبيض بطاقة تغزينية تقدر بـ 75 ألف طن وبإجمالية تكلفة استثمارية تصل إلى 830 مليون جنيها في أسواق البطاق العالمية ارتفعت أسعار النفطة مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر وسط مزيد من المؤشرات على تناني الطلب في الصين أكبر مستورد للنفطة في العالم وارتفعت العقود الأجلة لخامي برينتا بنسبة 1.5% لتستقر عند 85.28 دولار للبرميل وارتفعت العقود الأجلة لخامي غرب تاكساس الوسيط الأمريكي إلى 79.86 دولار للبرميل بزيادة بلغت 1.9 من 10 بالمئة كما ارتفعت أسعار المزوت عالميا بنسبة 1.47 من مئة بالمئة لتصل إلى 3.26 دولارات للترة وفي المقابل ترادعت أسعار الغاز الطبعية بنسبة 7.47 من مئة بالمئة لتسجل 3.42 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تشارك مصر في قمة أسبوع أبو طبيل الاستدامة 2023 والذي ينعقد خلال الفترة من 14 حتى 19 من شهر يناير الجاري بدولة الإمارات وستشهد القمة سلسلة من الفعاليات حيث سيتم إنعقد الجمعية العامة للوكالة الدولية للتاقة المتجددة إيرينا وكذلك منتدى التاقة العالمية للمجلس الأطلسية كما سيتم إقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للإستدامة وإقامة الملتقى السنوية لمنصة السيدات للاستدامة والبيئة والتاقة المتجددة ترجمة نانسي قنقر قال الرئيس المعين لرأسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 سلطان الجبر إن الإمارات تريد أن يركز المؤتمر الذي تصطدفه هذا العام على نتائج العملية واحتواء الجميع مشيرا إلى استثمار بلاده 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم ودعا الجابر في كلمة أمام منتدى الطاقة العالمية المنعقد في أبوظمي إلى توصيع النتاق الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والهايدروجين وحلول التقاط الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة والتقنيات الجديدة وغيرها انتهت جولتنا الاقتصادية والعودة عليكم وراء أخرى أدو فاطيما شكرا مننا إيهاب على هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدين الكرام انتهت نشرة تفادسة ولم يتبقى سوى التذكير بأبرز العنوين الرئيس السيسي يتابع موقف تنمية سيناء ويوجه بتواصل مساهمات صندوق تحيا مصر في دعم التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية ومن شمال سيناء رئيس الوزراء يؤكد عزم الحكومة على تقديم حافز إضافي للمزارعين لزيادة توريد القمح للموسم المقبل في أكبر حصيلة منذ رفع تدابير الصحية الصين تعلن عن 60 ألف وفاة بكورونا خلال خمسة أسابيع مشاهدين وصلنا لختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون الموسيقى نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر